السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب العزاء. طلاب الصف السادس الابتدائي. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. في حلقة النهاردة بنحل التدريبات كتاب الوزارة صفحة ستة واربعين على درس انواع الخبر. قبل ما نبدأ بحل التدريبات تعالوا مع بعض برضو نفتكر شرح الدرس ونفتكر انواع الخبر ونرجع نحل التدريبات. القلم جديد. قلنا الكتابان نظيفان. قلنا المعلمون مكتهدون. هنا فين الخبر اهو. كلمة واحدة واسم يبقى في التلات انواع. طالما كلمة واحدة واسم يبقى خبر مفرد. وده الخبر الوحيد اللي بعريبه خبر. خبر مرفعه علامة رفعه الضمة. او لو مثنى يبقى مرفعه علامة رفعه الالف. ولو جمع مذكر سالم يبقى مرفعه علامة رفعه الواو. وفي التلاتة اسمه خبر مفرد. ليه? لانه كلمة واحدة واسم. لانه لو قالك السبب قوله لانه ليس جملة ولا شبه جملة. طب شكله ايه الجملة? ايوة الجملة بقى في جملة اسمية وجملة فعلية. لو كلمة واحدة واسم يبقى مفرد. طب لو لقيته فاعلة يبقى جملة فعلي. ولو اسمه فيه ضمر واسم يبقى جملة اسمية. المدرسة مبتدأ. فصولها. ما لها المدرسة? اهي. فصولها نظيفة. لا ده هنا بقى جملة اسمية. خبر جملة اسمية. الوطن هو بيتك. لو ضمر واسم يبقى جملة اسمية. ما هو الضمير ده مبتدأ تاني? وبيتك ده خبر المبتدأ التاني. الجملة الاسمية كلها خبر للمبتدأ الاول. لما نيجي نعرف المدرسة مبتدأ. طيب فصول مبتدأ تاني. والها ضمير متصل مبني في محل جر المضاف اليه. ونظيفة خبر المبتدأ التاني. الجملة الاسمية كلها خبر المبتدأ الاول. او في محل رفع لانها حلت محل الخبر. في محل رفع خبر المبتدأ الاول. طيب ده لو الخبر جملة اسمية لو لقيت الخبر فاعل يبقى على طول خبر نوعه جملة فعلية اعرفه ازاي جملة جديدة الطالب مبتدى يكتب جملة جديدة فعل مضارع فين الفاعل لا مش الطالب الفاعل هو ضمير مستتر تقديره وهو والجملة الفعلية كلها حلت محل الخبر يبقى فيه محل رافع خبر لكلمة الطالب المجتهد يحبه المعلمون المجتهد مبتدى فين الخبر يحبه المعلمون يحب الفاعل من اللي بيحب المعلمون يبقى دي الفاعل يبقى له هنا كده الخبر جملة فعلية يحب الفعل المعلمون الفاعل الجملة الفعلية كلها حلت محل الخبر او في محل رافع خبر المبتدى خلي بالك برضو من معلومة مهمة ان الجملة الجملة الاسمية او الجملة الفعلية لازم يكون في رابط هنا في الجملة الاول يكتب فين الرابط اهو الضمير المستتر في الجملة التانية الفعل موجود هنا الرابط هو الها وفي الجملة الاسمية فين الرابط او المدرسة مالها فصولها يبقى برضو الها دي الرابط الخبر الجملة لازم يكون في رابط لازم يكون في رابط لازم يكون في رابط بيربط الخبر بالمبتدأ اخر نوع الخبر الشبه الجملة وده يا ظرف يا جر ومجرور ممكن يكون ظرف زمان او ظرف مكان اهو ظرف زمان الرحلته غدا ممكن يكون ظرف مكان العصفور فوق في الحالتين ده اسمه خبر شبه جملة ظرف او جر ومجرور الطلاب في الفصل. ده اسمه خبر شبه جملة جار ومجرور. يبقى دي انواع الخبر وانواع خبر المبتدأ. هي بالزبط انواع خبر كانة وانواع خبر انة. السؤال الاول في كتاب المدرسة صفحة ستة واربعين بيقول ضع خطا تحت الخبر في ميالي ثم اجب. واحد ليس التاريخ مهملا. سواء بقى الخبر خبر لمبتدأ او خبر لناسخ مش هتفرق. شيء ليس او التاريخ مهمل. يبقى فين الخبر مياله التاريخ مهملا. يبقى مهمل دي ايه? الخبر. كلمة واحدة واسمه يبقى خبر نوعه مفرد. اتنين زل التراث. ماله التراث? اه يعبر. يعبر دي فعل. يبقى خبر جملة فعلية. اضحى. العلم دي اسمها. ماله العلم? فوق. فوق المال. ده ظرف. طالما ظرف او جره مجرور يبقى خبر شبه جملة. كانت. اللي هي كانة. ما نشدعوة بيها. المعركة اسمها. مالها المعركة? ابطالها شجعان. اسمه فيه ضمير. اسمه فيه ضمير واسم يبقى دي جملة اسمية. يبقى نجاوب يلا على الاسئلة. الخبر في الجملة رقم واحد. ليس التاريخ ماله التاريخ مهملا. كلمة واحدة واسم يبقى له خبر نوعه مفرد. طيب في جملة رقم اتنين ده فعل? يعبر. يبقى الخبر نوعه جملة فعلية. يعبر الفعل. والفاعل ضمير مستتر تقدره هو. والجملة الفعلية فيه محل. اه هنا ظلة. اسمها بيكون مرفوع. وخبر ظلة بيكون منصوب. يبقى له في محل نصب خبر ظلة. اضحى العلم فوق المال. في الجملة رقم تلاتة ده هنا شبه جملة. وشبه جملة ظرف. وشبه الجملة برضو في محل نصب خبر اضحى. وفي الجملة رقم اربعة عندنا كان. ابطالها شجعان. او دي جملة اسمية. ابطال مبتدأ. وشجعان خبر. كونه جملة اسمية. الجملة الاسمية في محل نصب خبر كان. جاء الخبر في الجملة السابقة خبرا لمبتدأ ولا الفعل ناسخ. فعل ناسخ طبعا. كانوا اخواتها اسمها افعال ناسخة. انوا اخواتها اسمها حروف ناسخة. اذا يأتي خبر الفعل الناسخ. خبر الفعل الناسخ. خبر كان او احدى اخواتها. ممكن يجي مفرد او جملة اسمية. اه هنا عندنا مفرد في رقم واحد. جملة فعلية. جملة اسمية. شبه جملة ظرف او شبه جملة جر ومجرور. اي شبه جملة. يبقى هي دي انواع الخبر. انواع خبر المبتدأ. انواع خبر كان. انواع خبر ان. مفرد. وجملة. وشبه جملة. السؤال اللي بعد كده احدد خبر الفعل الناسخ في الجمل الاتية. ثم اذكر نوعه. الاول نشوف فين الفعل الناسخ. كان. زل. امس. صار. اصبح. اشوف الاسم. واسأل بماله. هوصل الخبر. الاب هو. ماله. الاب يعمل. يعمل دي فعل. يبقى على طول خبر جملة فعلية. يعمل الفعل والفعل ضمير مستثر. والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. الخبر الجملة وشبه الجملة بيكون في محل نصب. في محل نصب خبر كانة خبر زلة خبر امسة كده. زلت الامة. مالها الامة? متماسكة. كلمة واحدة واسمي يبقى خبر مفرد. اوعى تقول خبر جملة والخبر ما فيهوش ضمير. لازم الخبر الجملة يكون في رابط يكون في ضمير. امس الجندي. ماله الجندي? في المعاسكر. جره مجرور. يبقى شبه جملة جره مجرور. صارت الاسرة. مالها الاسرة? افرادها متعاونون. اه فيها ضميرهم. افراد ها. اسمه ضمير واسمي. يبقى دي جملة اسمية. افراد مبتدى. متعاونون الخبر. كونوا جملة اسمية في محل نصب خبر. خبر لمين? لصارة. اصبح الجنود. مالهم الجنود? امام. امام دي الظرف. يبقى خبر شبه جملة ظرف. السؤال اللي بعد كده اكمل الجمل الاتية مما بين القوسين ثم حدد خبر الناسخ. خبر الناسخ. واذكر نوعه. اضحى الوطن بابنائه. هنا نهدر ولا ينفع ولا قويا? قويا. اه قويا بابنائه. طيب اضحى الوطن قويا. ادي كلمة واحدة واسمي يبقى خبر نوعه مفرد. اعرفها ايه? خبر اضحى. خبر اضحى منصبه عليهم يتنصبه الفتح. طيب امسى ايه الامة حبهم? اه امسى رجال الامة? تنفع. امسى رجال الامة حبهم لوطنهم كبير. فين الخبر? هقول امسى. هنا كده هنكتب كلمة رجال. امسى رجالو دي اسمه امسى. هو عايز الخبر. فين الخبر? رجال الامة. ما لهم? حبهم اه حبهم كبير. اه حبهم دي جملة اسمية كده. يبقى نوعه الخبر هنا جملة اسمية. حب المبتدى وكبير الخبر كونه جملة اسمية. تلاتة. كن عالما اه كن انت. اه اسم كن ضمير مستثر. وعالما دي الخبر وخبر مفرد. كن عالما ينفع الناس. ينفع دي فعل ما لاش علاقة اصلا ولا بالاسم ولا بالخبر. عالما دي خبر كن وخبر نوعه مفرد. اربعة. اصبحنا اصباحة. والضمير ده اسمها. اصبحنا ايه? اه اصبحنا نهدر. نهدر اغلب اوقاتنا في اللهوة. نهدر دي فعل. وهي دي الخبر. يبقى خبر نوعه جملة فعليا. لان اسمه اصبحت ضمير. ظل العلماء ظل واسمها. ما لهم العلماء? العلماء صناع صناع النهضة. يبقى صناع دي كلمة واحدة واسم. اوعى تقول خبر جملة وما فيهاش ضمير. صناع كلمة واحدة واسم يبقى خبر مفرد. السؤال اللي بعد كده بيقوله اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين ثم لاحظ نوعه الخبر. ان هنا مش افعل ناسخة. هنا دي اسمها حروف ناسخة. ان واخواتها دي حروف ناسخة. ان لعلة. ان كأن. ان وان كأن لكن ليت لعلة. دي اسمها حروف ناسخة. عايزين نعرف فين الخبر? اه التاريخ. ما له التاريخ? يا قص. دي فعل. طبعا ما فعل يبقى خبر جملة فعلية. يا قص هو. الشعوب. لعل الشعوب. ما لها الشعوب? خلف. طيب وخلف دي ظرف. ظرف او جره مجرور يبقى شبه جملة. ان العلماء. ما لهم العلماء? احترامهم واجب. اسمه وضمير واسمه. يبقى هنا خبر نوعه جملة اسمية. اعرف احترام مبتدأ. واجب الخبر. والجملة الاسمية كلها في محل ايه? خبر ان بيكون مرفوع. يبقى قوله الجملة الاسمية في محل رافعة. في محل رافعة خبر لان. اربعة. كأن. برضو من اخواتين. الجنود اسم كأن. منصوب. ما لهم الجنود? وسود كلمة واحدة واسم. يبقى خبر مفرد. ودي نعريبها خبر كأن مرفوع. جاء الخبر في الجمل السابق. خبرا لايه? لمبتدأ? لا. فعل ناسخ? لا. انه اخواتنا اسمها حروف ناسخة. والخبر ممكن يكون برضو مفرد. او جملة او شبه جملة. نفس انواع الخبر سواء خبر لمبتدأ. خبر لكان. خبر لانه. يا مفرد يا جملة يا شبه جملة. السؤال اللي بعد كده اكمل الجمل الاتية بخبر ثم اذكر نوعه. رأيت ان الحق اه ان عندنا اهي. ان الحق اسم انا اولي الحق اه واضح مثلا يبقى مفرد. اولي الحق فوق كل شيء يبقى شبه جملة. لو قلت ان الحق لو قلت الحق واضح اه يبقى ده نوع ايه? مفرد. قلت الحق فوق كل شيء يبقى شبه جملة. اي واحدة صح? اتنين نحب العلماء. ولكن دورهم ايه? لكن. دورهم اسم لكن. دورهم ايه? اقول دورهم اي كلمة. دورهم عظيم مسر. كلمة واحدة واسم يبقى مفرد. سمعت المنشدين كأنهم عندنا كأن. الضمير ده اسمي كأن. اقول كأنهم يغردون. كأنهم يعزفون. اي كلمة? اه دي فعله. يبقى اولوا خبرنا وعوجهم لا فعليا. انك ان حرف ناسخ. الكاف اسم ان. اقول انك ايه? انك مجتهد. انك محبوب. وتبقى مفرد. انك على خلق جره مجرور. يبقى خبر شبه جملة. عادي. ممكن اقول انك مجتهد. يبقى مفرد. ان الاب او ان الابن. الابن اسم ان. ان الابن ايه? ان الابن. ممكن اقول برضو على خلق. وتبقى شبه جملة. اقول ان الابن مجتهد. تبقى مفرد. اقول ان الابن خلقه حسن. وهنا تبقى نوعها جملة اسمية. اي اجابة برضو هتبقى صح. السؤال اللي بعد كده بيقول ضع علامة صح أمام الجمل التي بها خبر لحرف ناسخ ثم حدد الخبر طيب كانت كانت دي حرف ناسخ أول حاجة عرفنا الحروف الناسخة إنه أخواتها هو عايز الجملة التي بها خبر لحرف ناسخ كانت الأجواء ملبدة بالغيوم لا ما فيهاش أصلا خبر لحرف ناسخ اتنين الأطفال ليت إنه أنك أنه لكنه ليت آفي ليت ليتهم إيه حضروا أيوة هنا حضروا دي خبر ليت وخبر نوع إيه حدد نوع الخبر هقول له خبر جملة وجملة إيه طالما فعلا على طول خبر جملة فعلي ثلاثة إن إنه أنك أنه لكنه ليت العل ما لها الأشجار ثمارها ناضجة أيوة في خبر وبرضو خبر جملة بس هنا ثمارها ناضجة دي جملة إيه جملة جملة إسمية العلوم كلها نافع العلوم كلها فيه خبر أصلا ما فيش العلوم نافعة دي خبر المبتدأ وعايز خبر لحرف ناسخ يبديه خاطئ السؤال اللي بعد كده أجيب عن الأسئلة الآتية بخبر لحرف ناسخ ثم حدد اسم الناسخ وخبره خلي بالك إقرأ السؤال كويس جدا لإنه كل جزئية بيكون عليها درجة واحد صف كيف وجدت الطلاب في الفصل أقول مثلا إن الطلاب يجتهدون يبقى احنا كده جاوبنا مثلا على السؤال بخبر لحرف ناسخ هذا الحرف الناسخ هو وحدد اسمه أقول له ده الاسم اسم إنا والخبر أو يجتهدون عايز نوعه أقول له مثلا جملة فعلية أي جملة برضو هتبقى صحة هل أسعد الحفل الحضور؟ أقول نعم إن الحفلة هذه إن الحفل اسم إن أسعد الحضور يبقى ده خبر جملة فعلية ثلاثة أين وقف ركاب القطار؟ هقول إن الركاب إن حرف ناسخ الركاب اسم إن الركاب يقفون يبقى ده خبر إن وخبر نوعه جملة فعلية ودي خبر لحرف ناسخ أي جملة تانية برضو هتبقى صحة بس برضو لازم يكون في حرف ناسخ واسمه خبره السؤال اللي بعد كده بيقول اختر الإجابة الصحيحة من كل مجموعة مما يلي واحد الجملة التي تشتمل على خبر لمبتدأ ليتا ده حرف ناسخ ليس لا دي من أخوات كان الشباب أو الشباب مبتدأ مرهم الشباب لن يعود يبقى دي فعلا دي خبر لمبتدأ خبر جملة فعلية اتنين الجملة التي تشتمل على خبر لفعل ناسخ فعل ناسخ يعني مين كان أو واحدة أخواتها يمسي اللي هي أمسة أيوة من أخوات كان الرجال عاملين أيوة هي دي خبر خبر لأمسة إنها لقضي حرف ناسخ الرجال لقضي خبر لمبتدأ تلاتة الجملة التي تشتمل على خبر لحرف ناسخ يعني إن أو واحدة أخواتها إن وأنك إن لكن ليت لعل مش موجود أصلا في آلف لخبر لمبتدأ لعل لعل النجمين ساطعان أيوة عندنا لعل من أخوات إن كان لأ دي فعل مش حرف أربعة الجملة التي بها خبر مفرد ألف ظل التلميذ اسم ظل ما له التلميذ؟ آه التلميذ أمام معلمه أيوة ما له واقفا آه واقفا دي هنا الخبر خبر ظل يبقى خبر مفرد يبقى ألف دي صح طيب بقى ظل التلميذ واقفا أيوة واقفا برضو خبر ظل صح إيه ده ألف وبا أيوة ما هنا هي دي ما هي ألف وبا لاتنين صح الخبر مفرد جملة بس الجملة لسه ما خلصتش لو قال ظل التلميذ أمام معلمه ووقف يبقى هنا الخبر شبه جملة كمل الجملة ظل التلميذ أمام معلمه إيه؟ واقفا واقفا هي اللي تمت المعنى هي اللي أخبرت يبقى هي دي الخبر يبقى واقفا دي خبر مفرد السؤال اللي بعد كده بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد إنك مجد إن حرف ناسخ الكاف اسمها مجد دي خبر إن طيب يبقى هنا كلمة مجد اسم إن لا هي خبر إن خبر إن مرفع علامة رفع الضمة العائلة ما لها العائلة؟ أفرادها مترابطون ده خبر جملة إسمية أفراد مبتدأ تاني مترابطون دي خبر المبتدأ التاني مرفع علامة رفع الضمة والجملة الإسمية كلها أفرادها مترابطون دي خبر للمبتدأ الأول يبقى كلمة مترابطون دي خبر المبتدأ التاني اللي هو كلمة أفرادها كانت الشمس آه كان الشمس اسمه كان آشعتها مفيدة دي خبر جملة اسمية يبقى آشعتها دي مبتدأ وشديدة دي الخبر خبر المبتدأ خبر كانت لا خبر ما فيش مبتدأ تاني أصلا يبقى خبر المبتدأ بس خبر المبتدأ اللي هو آشعتها مرفع علامة رفع الضمة والجملة الاسمية كلها في محل ناصب خبر لكانت أربعة أمسة الدول ما لها الدول تنشر تنشر علمها يبقى هنا خبر جملة فعلي نبدأ من عند الفعل لو هنعرف أي فعل بديت جملة جديدة تنشر فعل مضارع فين الفاعل تنشر هي الفاعل دمير مستثر ماذا تنشر آه علمها إجابة سؤال ماذا ده مفعول به يبقى علمها مفعول به منصب وعلامة نصب الفتح سادة الأولون من اللي سادة الأولون سادة دي فعل أصبحوا سادة الأولون دي فاعل فاعل مرفوع اهي فاعل تنفعش أصلا اسم ناسخ مفيش ناسخ ومش خبر يبقى الأولون دي فاعل مرفوع وعلامة رفعوا الواو لأنه جمع مذكر سابق السؤال اللي بعد كده اقرأ الفقرة الأتية ثم أجب قالت الأرض وكأنها إنسان يشكو خلقان الله وهي أسبل الحياة علي فكانت الأنهار جارية والنباتات تخرج ثمارا شتى والأجواء صافية فإذا بالإنسان يقطع أشجاري ويجفف أنهاري ويلوث أجوائي فصرت صحراء جرداء ثم قالت إنك مخلوق مثلي فكيف تصنع ذلك ومتى تشكر النعمة ومتى تكون إنسانا واحد مما تشكو الأرض الأرض بتشتكي من إيه أجب بجملة فعلية مبينا أركانها أقول مثلا تشكو الأرض ظلم الإنسان وهنا دي جملة فعليك كده أول جزئية بين أركانها أقول تشكو ديلا إيه تشكو دي الفعل وفين الركن التاني تشكو الأرض الأرض هي اللي بتشكو دي الفعل ماذا تشكو ظلم الإنسان يبقى دي مفعول به يبقى أنا كده برضو بيّنت الأركان اتنين استخرج سلاس معارف مختلفة معارف مختلفة أقول له مثلا كلمة الأرض وأقول له دي فاة ألف ولام أشجاري معرفة بالإضافة ذلك دي اسم إشارة أي معارف هتبقى برضو أي تلات كلمات معارفة هتبقى صح ثلاثة أضبط ما تحتوي خط مبينا سبب الضبط الضبط التشكيل الأعراب يعني أعريبها أعراب كامل قالت الأرض أقول قالت الأرض وهنا إيه السبب الأرض دي فاعل هي اللي قالت يبقى له فاعل مرفع وعلامة رفع الضم وكأنها إنسان عندنا كأن دي من أخوات إن إنو أن كأن لكنها ليتلعل اله اسم كأن وكأنها إنسان آه إنسان دي خبر كأن اسم كأن منصوب خبر كأن مرفوع خبر كأن مرفع وعلامة رفع الضم وكأنها إنسان يشكو خلقا الله وهيئ سبل بتاعة الحياة سبل الحياة الحياة دي مضاف إليه يبقى دي الحياة مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة وهيئ سبل الحياة علي فكانت الأنهار آه كانت الأنهار جارية يبقى الأنهار دي اسم كان الأنهار اسم كان بيكون إيه آه بيكون مرفوع فكانت أو لأنهار اسم كان مرفع وعلامة رفع الضم جارية دي خبر كانت والنباتات تخرج آه تخرج هي ثمار قبقي دي جملة فعلية فعل مضارع تخرج الفعل مستتر ثمار دي مفعول به مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. والاجواء صفية عايزين نعرف فصرته. اه هي بتتكلم عن نفسها. بتقول صرته. ليه صارة? واسمها ضمير مستتر تخديره انا. صرته انا صحراء. يبقى صحراء دي خبر صارة. خبر صارة. منصوبه علامة نصبه الفتحة. صحراء جرداء. وفي اخر القطعة بتقول متى تشكر النعمة? متى تكون انسانا? اه تكون اللي هي المضارع بتاعك كان. فين اسمها? ضمير مستتر. تكون انت. تكون انت انسانا. دي خبر تكون. يبقى انسانا دي خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبكده برضو يبقى احنا رجعنا على انواع الخبر. خبر المبتدأ. خبر الحروف النسيخة. خبر الافعال النسيخة. هي نفس الانواع. وحلنا برضو التدريبات اللي موجودة في كتاب الوزارة. بتمنى لكم التوفيق. لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. اترككم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.